ايه اللي بيحصل ده؟ يعني بلومبرج على سبيل المثال هل دي اول مرة بلومبرج خد بالك بقى اول مرة بلومبرج تكتب تقرير يا اما فيه عنوانه او فيه البوستات بتاعته على السوشال ميديا فيسبوك كانه ولا غيره هل هي دي اول مرة تستهدف الاقتصاد المصري عن عمد؟ فتكتب مثلا مجموعة من المصطلحات الخاطئة عمدا يعني انت عايز تقولي ان بلومبرج اللي عندها واحد من اقوى الفرق التحريرية على مستوى الوكالات الاقتصادية على مستوى العالم بتغلط؟ طب ولو بتغلط بيشتغلوها ليه؟ طب وهي دي اول غلطة؟ طب وهي دي اول مرة؟ طب انا هفكرك هو مش بلومبرج دي فمرة من المرات قالت لك انه خلاص الاقتصاد المصري على شفاء افلاس وانه لن يستطيع مش عارف ايه واصل هيحصل واصل الدولار هيوصل وكانت دايما التقريب بتاعت بلومبرج غريب جدا انها طول الوقت مستهدفانة وكأننا لا بنشتغل ولا بننتج ولا بنصنع ولا بنزرع ولا بنصدر وكأننا ما بنميش اي حاجة في البلد وكأننا قاعدين بس علشان نقرأ عنوين بلومبرج او نشوف تقارير بلومبرج بس يعني ما فيش اي حاجة بتتم في جمهورية مصر على الاطلاق على الاطلاق غير ان احنا قاعدين بالنش وكأن الاقتصاد المصري كان لا يتحرك وكأنه بلا عائد ولا ارادات كان غريبة جدا بلومبرج دي او يعني طيب جات بلومبرج تاني بس المراتي الحقيقة انه واصل بقى ايه خدت قرار انها لازم ترد وهحكي لكم الحدودة جات بلومبرج تاني راح تمنزلها موضوع على الاتفاق الاستثماري الضخم بتاع رأس الحكمة وتعمده انا بقولك وبقى اتعمده على عودة انا تعمده برضو يكتبوا شوية مصطلحات وشوية عنوين تتنافى مع الواقع وفي بعض الاحوال تتناقض وتتضاد مع متن التحليل او المقال اللي موجود فانت لما هتقرأ وللأسف الشديد دي عادة للأسف اصبحت سيئة موجودة في اغلب دول الدنيا مش بس عندنا ولا في المنطقة العربية ابص على العنوان تمام هو ده اعتمدنا اللي بعده هحكي لك الحدودة الحدودة طبقا للبيانة اللي صدر عن الهيئة العامة للاستعلمات ودي بتخليني الحقيقة برضو يعني ايه انا اشكر جدا استاذ دياء رشوان لانه الفترة اللي هو مسك فيها الهيئة الحقيقة عملش فيها شغل مهم جدا 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 وكان دائما متصديا بالذات من 7 اكتوبر والحد دلوقتي يعني ايه استاذ دياء على طول داخل في الناس مش زاريا طيب يوم السبت 27 ابريل سنة 2024 كان يا مكان وفي 27 ابريل 2024 جات وكالة بلومبرج ونشرت مجموعة او يعني انتوا عدتين طبعا بلومبرج هي القناة او الوكالة الاخبارية العالمية المتخصصة في الاقتصاد والمعلومات والامور المالية وما الى ذلك بلومبرج موجودة فين موجودة في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية فكان يا مكان تاني 27 24 24 تنشر تقرير كان من اعداد مرسلين الوكالة في القاهرة ليها مرسلين في القاهرة على عيننا وعلى رأسنا اعمل شغلك بس ما تجذبش اعمل شغلك بس ما تدلسش طب هل هو اللي كذب او هو اللي دلس تعال نشوف ايه اللي حصل بالزبط العنوان كان الصفقة الاماراتية مع مصر بقيمة 35 مليار دولار النزوع للشراء من جانب القوى الخليجية مبدأ ان العنوان ده في حد ذاته مضلل لان الصفقة قيمتها مش 35 مليار دولار الصفقة بقيمة زي لتالف المؤتمر الصحفي 150 مليار دولار مقدمه عاجله 35 مليار ده ما ابدأ ايا كده نزوع قوى خليجية انا افهم انه اقبال ده المصطلحة لازم يستخدم اقبال من الاستثمارات الخليجية للاستثمار في مصر او اقبال استثمار خليجي ده اللي يتقال المهم بيكملوا بيقولوا تضمن عرضا لمجموعة من الصفقات الاستثمارية التي تمت وتلك المحتملة خبالي بيقولوا ملك ايه تبقى لاتجاه مصر الى تشجيع القطاع الخاص على امتلاك او المشاركة في بعض الاصول المملوكة للدولة في مجالات عديدة طيب في فرق كبير جدا تاني هاتلي بس الجملة مع الاشراء اشروفي اشروفي روفي روفي الحتة اللي فوق بتاعت اصول الدولة دي هاتهلي تاني عشان الصيغات دي مهم ايوا انزل انزل ايه او بس كده هو خوص بقى الى تشجيع القطاع الخاص على امتلاك او المشاركة في بعض الاصول المملوكة للدولة هو مين قال انه الدولة بتشارك او بتبيع الاصول بتاعتها مين ده واحد اتنين يعني ايه اصول الدولة فيه فرق كبير جدا من بيء ما بين بيع اصول الدولة او المشاركة على اصول الدولة او فتح ابواب للاستثمار في مصر يعني لو انا بتكلم على رأس الحكمة بتكلم على اي حتة في الدنيا تطلع في الغردقة تطلع في العاصمة الادارية تطلع في التجمع الخامس تطلع في قصيوت فجيت قلت والله يا جماعة احنا خدنا قرار ان الجزء ده يبقى منطقة استثمارية تجمعات عمرانية تجمع صناعي تجمع زراعي منطقة سياحية الاخ 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 وطرحتها طرحتها للاستثمار للمستثمار المصري العربي الاجنبي وجم استثماره فيها انا كده بعت اصول الدولة ولا عرضت استثمارات ما بين قصيين ده اسمها استثمار لانه تاني هي هي نفس الموقف لو انا خدته وطلعت مثلا قلت والله ده الولايات المتحدة الامريكية ولاية تاكسس مثلا يعني خدت قرار ان في الجزء ده هتطرحه للاستثمارات البردق السياحية والعمرانية والصناعية والزراعية الى اخيره وجي يوسف يا ربي يا اخي اسمع من بق يا ربنا وجي يوسف عنده شركة كده مثلا وبعدين عمل تحالف شركات وخدنا بعضنا وروحنا خدنا ايه العشر فددين العشرين الالف فدان المليون فدان يا سيدي اللي في تاكسس دول عشان نستثمرهم انا والتحالف الاستثماري اللي معايا يبقى انا كده اشتريت حتة من امريكا لا انا رحت استثمر في امريكا بس بس مش هكلمك بقى على مثلا ابرص مش هكلمك محدش قال يعني اصلا اه ده ده المصريين مصر راحت اشتريت حتة من ابرص اصلي في رجال اعمال راحوا بيستثمروا في الجزء ده من الجزيرة مش عارف ايه لي في ابرص حدش قال كده لانه مش حقيقي لانه ده استثمار مستثمر زاكي شاطر اخد عارف انه فيه فرصة استثمرية راح استغلها بالمظبوط تمام ميت فلو 14 محدش بحقال انتو بتبيعوا ابرص ايه لها بلده طيب بلومبرج بقى بتكمل وده بقدر تبقى للبيان بتاع الهيئة انه بعد هذا التقرير اللي تم باثه وعرضه على الموقع الالكتروني للوكالة تم نشر مجموعة بقى من التدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لنفس ذات الوكالة اربع او اربع اكاونتس او اربع حسابات او اربع صفحات بعنوين شديدة الاستفزاز ونصوص بالتضمن التشويه والمغلطة عن التطور الاستثماري اللي في الاقتصاد المصري السؤال هل ده واقعي ولا غير واقعي الحقيقة انه متعارض بالكلية مع الواقع هل ده سليم ولا مخالف هو الحقيقة كمان بيخالف مضمون اللي ورد في التقرير زي ما كنت بقولك يعني احط العنوان فوق بس التقرير في حتة تانية خالص قام بقى بوضع هذه العنوان وكتبت التدوينات مجموعة من العاملين بالوكالة طيب هل هم اللي موجودين عندنا في مصر الحقيقة الرسالة الرسمية بتاعت الوكالة بتقول هم اللي بيقول لا دول مش مكتب مصر دول مكاتب في الخارج ماشي خير وبرك متشكرين تعالى نروح على يوم الاتنين بقى الموافق 29 ابريل عشرين أربعة وعشرين حصل بالفعل تواصل مع بلومبرج وعد المسؤولين في الوكالة بتصحيح ما ورد فيه منشورتها المشار إليها ومراعاة الالتزام بالقواعد المهنية بشأن مصادر ومضمون بيانتها ومنشورتها بعد الظهر أو في نفس ذات المساء حصل الاتي أنه أستاذ ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلمات تلقى رسالة من السيدة لورا زيلينكو وهي الرئيس الدولي للمعايير التحريرية في وكالة بلومبرج الرئيس الدولي بتاع المعايير التحريرية في كل فروع بلومبرج ومكاتبة نص الرسالة هقرهولك زي ما هو مترجما باللغة العربية كما جاء عزيزي السيد رشوان أنا لورا زيلينكو فأنا الرئيس الدولي للمعايير التحريرية في أخبار بلومبرج في نيويورك أكتب إليك بخصوص بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بتقررنا في 27 إبريل بعنوان صفقة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لمصر تمثل نزوع القوى الخليجية للشراء لأعلمك بأننا قمنا بتصحيح المنشورات على أربع صفحات لبلومبرج على فيسبوك المنشورات الأصلية لم تلبي معاييرنا التحريرية والتصحيحات توضح ذلك يرجى ملاحظة أيضا أن المنشورات الأصلية تمت بواسطة عاملين خارج مصر أنا بتسميلي غريب يعني العمل ستوري هو اللي بيعمل عنوانها وهو اللي بينشرها بعد ما بياخد الموافقة بالتأكيد من المكتب الرئيسي ليه العمل ستوري مرسلين في مصر بس اللي بيكتبوا العنوين مرسلين من بره أو صحفين من بره غريبة في العرف الصحفي يعني بس ماشي ردت في حاجة مهمة لو لم تلاحظ الهيئة المصرية للاستعلمات هذه الأخطاء وهذا الكذب أو هذا الاستهبال لو صح التعبير ما كانش حصل حاجة اتنين لو لم تخاطب الهيئة الاستعلمات المصرية وكالة بلومبرج مباشرة ما كانش جارح حاجة فبيريلك إزاي إحنا نقدر نبقى طول الوقت وقفين قدام هذه الوكالات الدولية ونحن مكشرين عن أنيابنا ما هو من هنا ورايح محدش هيغلط وإحنا هنسكت تاني من هنا ورايح محدش هيغلط وإحنا هنسكت بلومبرج الوكالة الكبيرة الضخمة الدولية بتغلط محدش كبير على الغلط بس السؤال يا دي كانت أول غلطة لأ أول استهداف لأ هيقيت الاستعلمات عاش ترجمة نانسي قنقر